نموذج العمل التجاري تذكرون أنت كلمت معاكم عن دراسة الجدوى وعن خطط المشروع وإلى آخره ونموذج العمل وأترككم راح أوضح لكم نموذج مجرد بس أنك تنظر لهذا النموذج راح يعطيكم معلومات وبيانات قوية جدا هذا النموذج مجرد بس أن نلقي نظرة علىه نجد أن هناك وضوح وعلامات ومعلومات قوية جدا وصلتني مجرد بس نقلت النظر هذا اللي أمامنا الآن يسمى نموذج العمل التجاري بمعنى إذا أنت صاحب تجارة صاحب ريادة أعمال صاحب تنفيذ للأعمال لا بد أن يكون هذا النموذج أمامك حتى تبدأ بالطريقة الصحيحة لا بد أن يكون هذا النموذج أمامك وتبدأ تعبي في هذا النموذج فتجد أن النموذج أول جزئية شرائح العملاء لازم تعرف بالضبط منهم عملاء كما ذكرنا لكم سابقا ثم تبدأ بكيفية العلاقة مع العملاء كيف تكون علاقتي مع العملاء وما هي تلك القنوات التي أستخدمها للوصول إلى هؤلاء العملاء القيم المكترحة في العمل الخاص بي أنا والتي تناسب مع عملاي الأنشطة الرئيسية التي سأقوم بها بتنفيذ الأعمال الموارد الأساسية والرئيسية للمنظمة الخاصة بي أنا الشركات من هم شركائي من هم موردين من هم موزعين مصادر الإرادات ما هي مصادر إراداتي وما هي إراداتي المالية والمادية والبشرية والفكرية ما هذه مصادر ولابد أن أعي هذه المصادر ومن أين لهذه المصادر هيكل التكاليف التي تعتبر القيم التي ذكرتها قبل قليل من حيث التكاليف هذا النموذج هو أساس العمل التجاري هذا المخطط كلما كان أمامك كلما كان عندك دراية وعلم ومعرفة بجميع تفصيلات مشروعك أو عملك أو مشروعك الريادي لابد أن أعي أن هذا النموذج لابد أن يكون ثابت لابد أن يكون لدينا جميعاً معرفته أو المعرفة به تكون قوية وكيفية تصميمه لأنه يعتبر متتالي فكل جزئية تتبعها جزئيات 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 حتى نصل إلى النهاية وكلما بدأنا في إعداد هذا النموذج كلما كان عندنا تعبية لهذا النموذج كلما بدأنا نعبي بهذا النموذج من المعلومات والبيانات كلما اتضحت الرؤية أمامنا من حيث نجاح المشروع أو كيفية تعديلها أو تحسينها إلى آخره أو إلغاء لا سمح الله